بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلابنا العزاء أهلا وسهلا فيكم بالفيديو الثاني من فيديوهات شرح لاب مادة الجنر الباثولوجي خلال هذا الفيديو راح نستكمل حديثنا عن صور شابتر السل نجري قبل ما نبلش بالصور بالفيديو هذا بدأ راجع معكم أكم من معلومة نظرية اللي هو موضوع السل انجري السل انجري قسمناه إلى قسمين عندنا ريفيرسابل سل انجري وفي عندنا الرفيرسابل سل انجري كل نوع من انواع الانجري هنا في عندي تشينجز أنا بشوفهم تشينجز تشينجز اللي بشوفهم هذولا أنا في عندي اللي هو ماكروسكوبيكال تشينجز ماكروسكوبيكال تشينجز وفي عندي جروس تشينجز وبالالرفيرسابل سل انجري نفس الإشي في عندي اللي هو ماكروسكوبيكال تشينجز وفي عندنا اللي هو جروس تشينجز طيب بالنسبة له اللي هي ريفيرسابل سل انجري ريفيرسابل سل انجري في عندي ماكروسكوبيكال تشينجز بشوفهم اللي هم جروس تشينجز نفس الإشي اللي هم أول إشي بشوف سليلار سولينج نتضخم في الخلايا اثنين بشوف اللي هو الفاتي تشينج طيب بالنسبة له اللي هو الفاتي تشينج اللي بشوفه أو خلينا بالسللار سولينج سللار سولينج بقوم في عندي انتفاق في الخلايا سببه تراكم المي لاتشتوء طيب بالنسبة له الفاتي تشينج الفاتي تشينج بقوم في عندي انتفاق في الخلايا سببه تراكم الدهون تمام بحيث انه الدهون تدفع النوال الطرف تمام وثاني شغلة هاي نراها في الكبد السلار سولينج نراها في معظم الخلايا طيب هذا بالنسبة له اللي هو الريفيرسبل سل انجري الريفيرسبل سل انجري الماكروسكوبيكال تشينج اللي بشوفهم عندي اول اشي بشوف اللي هو زيادة بالايوزينوفيليا ايش يعني؟ يعني بكون في عندي اللي هو الخلايا بكون لونها زهري اكثر من المعتاد هذا واحد اثنين بشوف نيوكلير تشينجز تغيرات على مستوى الانوية التغيرات هاي اول اشي عندي اللي هو اشي بسميه البيكنوسيز وفيه عندنا اشي اسمه اللي هو الكاريور هايكسيز وفيه عندنا اللي هو الكاريوليسيز كاريو لايسيز البيكنوسيز بشوف النواة كثير كوندنس بشوف لونها كثير غامج الكاريور هايكسيز بشوف النواة مالها مكسرة والكاريولايسس بسشوف الخلايا بدون أنوية بناء على التغيرات اللي أنا بشوفها بالعين المجردة في عندي ست أنواع من irreversible cell injury اللي هم عندي النوع الأول اللي هو نيكروسس هذا بشوفه بالسوليد أورغان زي مين زي الهارت زي السيبليين زي الكدني بلس عندي اللي هو ايش يعني المظهر تاعد الأورغان بيظله سليم ومنطقة النكروسس بتكون عندي واضحة جدا منطقة النكروسس بتكون عندي واضحة جدا اثنين عندي اللي كويفاكتف نيكروسس اللي كويفاكتف نيكروسس هذا بشوفه في البريين بلس الأبسس الخراج تمام؟ وهنا بيكون في عندي نطب ريزيرد أركيتكتر يعني منطقة النكروسس ما بتكون واضحة ومنطقة الانجري ما بتكون واضحة عندي طيب بالنسبة للنوع الثالث اللي هو عندي الكاشيس نيكروسس أنا بيكون في عندي تيزي لايك ماتيريال تيزي ماتيريال بلس بتكون هاي في الليند بشوفها اكثر اشي اللي هي في التي بي حالة اللي هو مرض السل أربعة عندي الفات نيكروسس هذا الفات نيكروسس إما بشوفه في البريست أو بشوفه في البنكرياس خمسة عندي الفيبرينويد نيكروسس هاي بشوفه بالكيدني وستة عنا اللي هو القانغرينس نيكروس دي الغرغرينة هاي بشوفها باللورلمس بشوفها باللورلمس اكثر اشي تمام عشان بس نكون يعني زي ما نحكي متمكنين من كل اشي بدي اللي هو احطلكم هون جدول تمام جدول جدول لأنواع النيكروسس شام ما يضاء ما تنسوهم يعني كميكال ميدياتورز ساماريز اشتركوا في القناة ايوه رح تلكم اياه على الملف هنا هذا برضو اكونوا حافظين الجدول عشان ريحكم في الصور تمام اللي هو الجدول تعالني كروس وين بشوفه وبعض المعلومات المهمة وبعض المعلومات المهمة طيب خليهم بلش بصور السيلينجر صورة هاي صورة كدني منفخة تمام كدني منفخة هات دلالة انه صار فيها شو صار فيها السيللر سولينج احنا شايفينها منفخة وملياني مي ايش صار فيها هون صار فيها اللي هو السيللر سولينج او له اسم ثاني اللي هو الهايدروبيك دي جنريشن او الفاكلر دي جنريشن او الهايدروبيك تشينجز ها كلها تأسمى لا السيللر سولينج فالسيلر سولينج يا اما اسمه يمنحكي انه في عنا هايدروبيك دي جنريشن او اللي هو الفاكلر دي جنريشن او الهايدروبيك تشينج نفسه ها كلها تأسماء مرادة في السلة رسولين ممكن يجيب لنا the type of injury that is represented by the shown picture نحكي انه هاي reversible cell injury نحكي انه هاي reversible cell injury نيجي اصورة هون طلع صورة الخلايا الخلايا شو مالها هاي هم منفخين منفخين في اشي متراكم جواتهم طيب النواة موجودة في الطرف ولا في المنتصف طلعوا الخلايا هاي الانوية وينها في المنتصف فكون هالانوية في المنتصف هذا يعني انه اللي متراكم عندي او اللي صار عندي مش فاتي change اللي صار عندي cellular swelling بسبب تراكم المي داخل الخلايا بسبب تراكم المي داخل الخلايا فهاي الصورة ايش بتعبر هاي الصورة بتعبر عن الصورة اللي بعدة هون هاي الصورة اللي مصفر ماشي مزيت بسبب تراكم الدهون فيو الليبر لو ما يكون مصفر او مزيت زي هيكا نعرف انه بصير قاعد شو فاتي change بفوق بصير فيو قاعد فاتي change فاتي change بسبب تراكم الدهون داخل الخلايا عندي بسبب تراكم الدهون داخل الخلايا طبعا هون هاي reversible سل انجري الصورة اللي هون ماشي تطلعوا الخلايا منفخة فيهم مادة بيضة زي المي اللي شفناها فوق قبل شوي لكن طلعوا الانوي وين الانوية اندفعت للطرف هاي لا أنوية هون عندي اندفعت للطرف لما الأنوية تكمت فوعة للطرف هذا يعني إنه شو هذا يعني إنه اللي متراكم عندي هون دهون مش مي فهاي هي صورة للفاتي هاي هي صورة للفاتي وقلت لكم أنا أصلا الفاتي وين بيصير أكثر إشي الفاتي أكثر إشي بيصير عندي بالليفر كيف أميز إنه هاي فات مش مي من ميزها إحدى الطرق إنه الكتل المتكون عندي هون أو التراكمات تمام اللي هي داب تكون دافع عن نيوكلياس للطرف تكون دافع عن نيوكلياس للطرف إحنا ممكن تيجينا الصورة هاي مع الصورة هاي ويسألنا إيش اللي قدامنا هذا بنحكي فاتي جينج أو ممكن تيجينا الصورة هاي مع الصورة هاي ويسألنا إيش هذا يعني ما بنحكي له سلر سولينج أو بنحكي له هايدروبيك دي جينج أو هايدروبيك تشينج أو Vascular Degeneration كل ياته هاي مرادفات للسيليلر في وقت مجموعة أسئلة برضو ممكن يسألنا عنها بيحكي لي What is that type of lipid in the liver biopsy إيش الليبد اللي متراكم عندي هنا لكما أنا شويلة ما نشوف صور The most common lipid اللي بتراكم عندي في الليبر هم اللي تراي أسائل إقليس رائز تمام طيب إيش الشغلات اللي ممكن تأدي لحدوث فاتي change بالليبر لدينا عدة شغلات اللي هو أحد أهمها اللي هو الديابيتس ممكن برضو اللي هو الكحول ممكن برضو الهارد فيلر ممكن برضو الportal hypertension كل ياته هاي ممكن تأدي لحدوث فاتي change فالأسباب الأسباب يعرفوهم دايابيتس سكري هايبرليبيديمي ارتفاع مستويات الدهون في الدم الكحوليك تمام اللي هو اللي بيشربوا المشروبات الكحولية بعض الأدوية ممكن تعمل لنا خضلك فهي أسباب أسباب الفاتي change ديروا بالكم عليهم ماشي هاي الصورة مهمة جدا تمام فإذا ممكن نسأل إحنا إيه شي التغير اللي صار عندي هنا نحكي إنه فاتي change إيه شي الأسباب الأسباب الأربعة وفي أسباب كثير غيرهم لكن اعرفوا الأسباب الأربعة أضوال اللي محطوطين عنكم بسلايدات اللي تزموا فيهم هذا اللي بتكم تعرفوه عن اللي هم صور الـ الـ نيجي على الـ الـ قلت لكم فوق في عنا macroscopical changes وفي عنا gross changes الماكروسكوبical changes إحنا من منشوف اللي هو في عندي زيادة بالإيزينوفيلية الخلاي بصير لونها زهري أكثر هذا واحد اثنين كن في عندي تغيرات على مستوى النواة وعندي ثلاث تغيرات الثلاث تغيرات اللي عندي اللي هو الأول تغيره اللي هو الـ big nose الـ big nose بشوف النواة ما لها صارت very dense زي هنا ها صار لونها غامقي كثير هاي منسميها الـ big nose التغير الثاني النواة بتتكسر ماشي زي هذا المظهر احنا ايش منسميها منسميها carrier hexes وفي عندي التغير الثالث النواة بتختفي كليا زي هذول الخلايا هاي منسميها carrier lyses هاي منسميها carrier lyses لو نيجي للصور لهون اطلعوا لي هنا انا شايف شو في عندي هون الخلية هاي الانواتعي تمكسرة وعندي هاي الخلايا اللي يزن فيلي يتعيتها زايدة وما فيها عنوية ثلاثة عندي يعني بعض يمكن نقدر نحكي هاي الخلية وهاي الخلية وهاي الخلية هاي صار فيهم big nose فانا بعرف انه الانجر اللي قاعد بتصير بتيشو هاي شو irreversible cell انجري irreversible cell انجري ممكن نحط لنا ساهم على كل واحدة ويسألنا هاي carrier lyses هاي carrier carrier hexes وهاي pick no cis تمام هاي 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 تمام هاي يعني اللي قادر يميز اللي فوق هون ما في داع انه يطلع على الصورة هاي هون طلعوا الخلايا هاي ايش صاير فيهم النواة مالها متكسرة لما تكون النواة متركسرة في عنا فراقمنتيشن فيها فهي هي شو هاي الكاريور هكسز هاي الكاريور هكسز طيب هاو بالنسبة للميكروسكوبيكال تشينجز اللي بشوفها بالإنريفيرسابل سيل انجري طيب في عنا اللي هو اللي بشوفها بالإنريفيرسابل سيل انجري او بالنكروسيز في عندي ستة انواع من النكروسيز منميزهم بالعين المجرد خلينا نشوفه نيجي للصورة هاي ممكن يسألنا سؤال بيجيب لنا الصورة هاي بيحكي لنا which of the following types of necrosis is represented by the following picture طب هذا صورة ايش هارت وحاط اللي هنا هاي بياض بياض على سكارتشو سكارتشو بدل جزء من خلايا القلب اللي ماتت طب بالقلب عندي ايش نوع النكروسيز اللي بيصير بالقلب اقول احاط لكم هيها في الجدول فوق قلب ونكروسيز فهو coagulative necrosis فهو coagulative necrosis طيب فهونا اول ايش ممكن يجيب لنا الصورة هاي وحكي لنا ايش نوع النكروسيز اللي عندي نحكي coagulative necrosis طيب بنا نعرف انه بالcoagulative necrosis ماشي المست كومون كوز هو اسكيميا ماشي بكون عندي اللي هو المست كومون كوز اسكيميا هذا واحد اثنين الاركتكتر هل بكون محافظ عليه ولا لا او هل مثلا حدود النكروسيز بتكون واضحة ولا لا والله هيها واضحة انا قدامي هيني حددتلكم النكروسيز باللون الاصفر فعندي هون الحدود واضحة فانا في عندي هون شو في عندي بريزرفيشن اوف اركتكتر ماشي بريزرفيشن اوف اركتكتر ليش لانه ما في عندي انزيمات تحضم يعني الانزيمات اللي بتحضم مكان النكروسيز بالعادي ما بتكون شغالة فبالتالي بيظل مكان النكروسيز واضح وحدوده مميزة فمنحكي انه في عندي بريزرفيشن اوف اركتكتر الكواجلات ابني كروسيز قلتلكم نشوفه في كل الورغانز السولد زي الكدني والسبلين والهارت ممكن يسألنا عن السبب the cause of the pathology seen in the picture نحكي انه السبب myocardial infarction هذا السبب هذا السبب لما يقولي the cause of the pathology shown by the following picture سبب الباثولوجي اللي عندي اللي هو الكواجلات ابني كروسيز السبب اللي هو myocardial infarction السبب عندي myocardial infarction الصورة هاي احنا في عنا اللي هو شايفين اللي هو موسلز ولا مش موسلز والله هي موسلز طب انا شايف وشايف انوية وسطية كون هالانوية هون وسطية انا شايفها وعنا في عنا خطوط في كاردياك موسلز طبعا هاي الصورة نورمال كاردياك موسلز هاي نورمال كاردياك موسلز قلت لكم صورة النورمال احنا بس نشوفها عشان نمييز الابنورمال لكن جيبوننا صورة نورمال اللي سألونا عنها ما بتصير هاي ما معصارات طيب نيجي هون هاي الصورة اللي هون طلعوا هذا النورمال هون صار في عندي زيادة بالإيزينوفيليا اللون الزهري انا شايفه اكثر ثاني شي بعض الخلايا مش شايف فيها العنوية فصار في عندي كاريولايسز معناته هون ايش قاعد بصير عندي معناته هون صار في عندي نيكروسز نيكروس بالكاردك موسلز او بالهارد ايش نوع نيكروسز هو الكواغلاتف نيكروسز كواغلاتف نيكروس فممكن الصورة تيجينا هاي ويحكي لنا ايش قاعد بصير ايش قاعد بصير ايش قاعد بصير بكون حط لنا كاريولايسز كاريور هيكسز بيكنوسز مثلا تغيرات ثانية مثلا فاتي تيجينا نعرف انه هون احنا شايفين كاريولايسز وزيادة بالإيزينوفيليا فهون عندي كاريولايسز بلس إيزينوفيليا طيب هذا واحد اثنيين هون كونه في عندي كاريولايسز ونكريز بلسيينوفيينتويه فهذا نيكروسز إيش نوع النيكروسيس اللي عندي نوع النكروس الشيلي عندي اللي هو الكواغلاتف نيكروسز الكواغلاتف نيكروسز نكروسز طيب هناك هناك شغلة ثالثة الشغلات اللي بنعرفها عن الكواغلاتف نيكروسز طيب vanityRY للغrat ايش بتصير بالهارد السبب ايش المسبب هون عندي إسكيميا صار في عنا إسكيميك إنجري في عنا المسكمون كوز كوز فور كواجلاتيب نكروسيز ايش هو الإسكيميا تمام ديروا بالكم عليها ديروا بالكم طيب ممكن إحنا تيجينا الصورة هاي مع الصورة هاي عادي هاي شيء بتصير أسهل علينا أصلا بصير أسهل علينا فالصور اللي بتكون gross morphology وMicroscopical morphology هاي الصور ممكن تندمج مع بعض بنفس السؤال بصير أسهل عليكم أصلا بصير أسهل عليكم السؤال طيب نيجي للصورة هاي الصورة هاي في اللي واضح عنا اللي هي صورة كدني هاي إذا بتلاحظوا هنا في عنا منطقة واضحة المعالم وبال فمنطقة واضحة المعالم وبال فهاي بالغالب شو نيكرو هاي نيكروسز طيب كدني صولد أورغان لو مش صولد أورغان صولد أورغان فبالتالي نوع النكروسز اللي بشوفوا هنا ايش كواغلاتف نيكروسز كواغلاتف نيكروسز فهم بيحكي له when many cells undergone نيكروسز at once then definable patterns of نيكروسز are reproduced depending among the nature of the injury the type of the tissue and the length of the tie هاي الصورة مثال على الكواغلاتف نيكروسز في عندي preserved architecture ولا لا والله في عندي preserved architecture فهنا هذا نيكروسز في عندي preserved architecture بمعنى انه حدود النكروسز عندي واضحة جدا فبالتالي هذا اللي هو اقلاتف نيكروسز لو ما كانتش واضحة بيكون في عنا شو يا إما كاشيس نيكروسز يا إما الكواغلاتف نيكروسز رأعلمكم كيف تميزوا بيناتهم رأعلمكم كيف تميزوا بيناتهم طب ايش المستكمون كوز للنكروز هنا هذا الtypical better منشوفه مع الاسكيميا والانفاركشن المستكمون كوز اللي هو الاسكيميا من المستكمون كوز اللي هو الاسكيميا تمام؟ ها بالنسبة للمعلومات الليكم تعرفوا على الصورة هاي هاي الصورة مهمة كثير ايجات كثير قبل هالمرة هاي الصورة مهمة ايه كثير نيجي لهون الصورة هاي صورة سيبلين نفس ال pale area اللي هونه شايفينها هونه هايها pale area حدودها واضحة بريزيرد اركتكتر قولا واحدا هاي ايش نفس المعلومات اللي كن نحكيها عن اي صورة بنا نكون عارفينها مع كل صورة بريزيرد اركتكتر المستكمون كوز اللي هو اسكيميا نفس المعلومات لازم تكون عارفينها فهم بحكي ل identify the organ سيبلين طيب اللي يجين هاي شو في عندي اللي هو اللي يجين ال pale هاي الاولى هاي كواغلاتي نكروز برضو في عندنا هونه كمان واحدة تمام برضو هونه في عندي كمان واحدة فهونه عندي two areas of coagulatif نكروز تمام ايش المسبب عندي هونه المسبب اللي هو loss of blood supply او اسكيميا هذا السبب هذا السبب اللي هو اسكيميا تمام فعنا هونه المسبب اسكيميا النوع coagulatif نكروز خصاصه انه بكون في عندي preserved architecture وبصير بالsolid organs بصير بالsolid organs تمام هذا بنسبب لأول نوع من انواع النكروز اللي هو ال coagulatif نكروز نيجي للصورة هاي طلعوا لي على الصورة هاي ها صورة brain اذا بتلاحظوا هون في عندي منطقة وفي عندي هون منطقة مش واضحة كثير وفي عندي المنطقة هاي هون في عندي اللي هو مناطق ضائبة حدودها مش واضحة كثير فعندي هون وفي عندي هون معناته هاد ايش فانا قلت لكم بشوف مكانين اما او مناطق حسنا اذا في صور حسنا بنشوفها شوف ما فيش صورة فاذا شفنا صور زي هي كأب هاي لكو فاكتب نكروز لكو فاكتب نكروز ايش الكوز هون المست كومون كوز لكو فاكتب نكروز في البريين المست كومون كوز برضو اسكيميا المست كومون كوز اسكيميا او انفاركشن هاي اسكيميا بتعملي انفاركشن تمام اسكيميا او انفاركشن فهونا الباثولوجي اللي عندي هو فاكتب نكروز فاكتب نكروز ايش السبب السبب اللي هو سيريبرال انفاركشن او سيريبرال اسكيميا سيريبرال انفاركشن او سيريبرال اسكيميا هون كمان بنعرف خاصية انه نتب الحدود عندي هون ما بتكون واضحة الحدود هون ما بتكون واضحة طيب هاي نفس الاشي عندي منطقة طلعوا كيف حدودها مش واضحة تمام حدودها مش واضحة فهاي عبارة عن شو هاي عبارة عن ايش سببها سيريبرال اسكيميا او سيريبرال انفاركشن اركتكتر بريزيرف دلو مش بريزيرف لا والله الاركتكتر مش بريزيرف اركتكتر مش بريزيرف فعندنا هون ايش البتر كواغلاتف نكروز تمام اي او عفل ايش سيريبرال اسكيميا طب ننجل الصورة هاي طلعوا باللنج ايش في عندي هون باللنج هون عندي في تشيزي ماتيريال في عندي تشيزي ماتيريال اشي زي الجبنة تمام اذا بتطلع هون كمان في نفس الاشي هون نفس الاشي تقريبا طيب تشيزي ماتيريال وباللنج ايش هاي ايش بيجي ببالنا بيجي ببالنا اللي هو الكاشيس نيكروسيز بيجي ببالنا الكاشيس نيكروسيز فالكاشيس نيكروسي بسيب باللنج بكون جيزي ماتيريال ثلاثة إيش المست كومون كوز اللي هو اللي هو التيبي تمام اللي هو التيوبر كيلوس اللي هو التيوبر كيلوس فهونا بالصورة هون بيحكي لأنه في عندي كاشياس نيكروسز طيب ماشي ممتاز كيف يعرف أنه كاشياس نيكروسز أول إشي جيزي ماتيريال اثنين عنا اللي هو نت بريزيرد أركيتكتور طيب إيش المست كومون كوز إلها قلنا التيبي المست كومون كوز أو المست بروبابر الكوز عنا باللنج أو البثولوجي هذة اللي هو التيبي نوع النكروسز كاشياس نيكروسز كاشياس نيكروسز والأورغان هذة اللي هو اللنج اللي قدامنا بحكي لي هون برضو عنا هون كمان هاي برضو جزئية بس تشيزيلاك ماتيريال مش كثير واضح زي ما قلت لكم مناطق الكاشياس نيكروسز حددت لكم إياها عنا المسبب اللي هو التيبي بتكون بكون في عنا نت بريزيرد أركيتكتور والشكل نيكروسز بكون تيزيلاك بكون زي الجبنة هاي نفس الإشي طلعوا الماتيريال هاي تيزيلاك زي الجبنة زي الجبنة شكلها فهاي كاشياس نيكروسز بلإضافة لأنه المست كمان كوز هو التي بي المست كمان كوز اللي هو التي بي جروب لكم هاي المعلومات هاي الصورة المهمة طب نيجي لهون إذا بتلاحظوا إيش أنا في عندي هنا أنا في عندي هنا زيادة بالإيزينوفيليا هايها والخلايا فقدت أنويتها ومن هذا الحكي فهاي نيكروسز قولا واحدا طيب إيشنه عن نيكروسز اللي عندهم نقدر نعرف والله يشوفوا إذا قال لي إنه أخذت هاي من اللاينج بحكي إنه هاي كاشياس نيكروسز قال لي أخذتها من هارت بحكي كوى قلت من نيكروسز قال لي أخذتها من برين بحكي لو كفاكت من نيكروسز فحسب المكان قال لي أخذتها منه بحدد النيكروسز ممكن يجيب لي الصورة هاي ماشي مع الصورة هاي ويسألني ahion necruosز كاشياس نيكروسز أو ممكن يجيب لنا صورة ثانية ماشي تكون أكبر من هيك رح نشوفها في chapter inflammation تمام إذا جاب لي الصورة هاي لحالها بقدر عافي إنها كاشياس نيكروسز أو لا اللي صورة القراني لهم رح نشوفها في فيديو هاي chapter inflammation فهاي إذا هاي الصورة بدأ تيجي تيجي مع هاي ماشي ومنحكين حكاشيا سنيكروسيز ونوتا بريزيرد اركتكتر وسببها اللي هو التي بي ايش شايف انا هنا شايف اللي هو زيادة الايوزينوفيليا زيادة الايوزينوفيليا بلس صار في عندي كاريو لايسيس صار في عندي كاريو لايسيس طب نيجي له هنا هاي صورة بنكرياس وانا منلاحب في عندي على البنكرياس زي اللي هو اصابع طبشور ماشي اللي هو تشاك وايت ونسميه احنا تشاك وايت ايه اماسز او ابيرانس هاي منشوفها على البنكرياس في حالة اللي هو الفات نيكروسيز في حالة الفات نيكروسيز ايش المسبب للفات نيكروسيز بالبنكرياس الأكيوت بنكرياتايتس فهونا المسبب ماشي أكيوت بنكرياتايتس فهاي الفات نيكروسيز سببها أكيوت بنكرياتايتس السبب ممكن بيحكيلي ممكن يحكيلي إيش بحكي إيش المسبب المسبب هون عندي إيش بنسمي اللي هو الفات اللي هو صار في عندي تفاعل ما بين الفات وما بين اللي هو الكالسيوم بعمل لنا المظهر هذا بعمل لنا المظهر هذا نيجي للصورة هاي الصورة هاي تيبكا لو بتيجي كتير في الامتحانات ماشي يعني صورة واضحة جدا اللي هو هذا واحد من الرين الارتري وإحنا شايفين تراكم مادة حولين الرين الارتري لمادة زهرية هاي هاي المادة اللي تراكمت عندي هون هاي فيبرين ماشي هاي الصورة إذا لقيناها في الكيدني نحكي إنه في عندنا فيبرينويد نيكروز فإذا شفنا ارتري زي هيك حواليه مادة زهرية نحكي إنه هذا فيبرينويد نيكروز نحكي إنه هاي فيبرينويد نيكروز إيش أسباب الفبرينويد نيكروز بالكيدني ماشي أسباب أول سبب عندي اللي هو إشي منسميه البولي أرتريتس ندوز أو الفاسكولايتس ماشي فهذا أول سبب وثاني سبب عندي برضو يعرفوه اللي هو الماليقننت هايبرتينشن فهونا بالصورة هاي ممكن يسألني إيش نوع النيكروز بحكي فيبرينويد نيكروز ممكن يسألني إيش الأسباب نحكي فاسكولايتس وماليقننت هايبرتينشن ثلاثة يمكن يسألني إيش البروتين اللي متراكم عندي هنا اللي هو البروتين اللي متراكم عندي هنا الفايبرين فاني أعرف اللي هو نوع النيكروز فيبرينويد الأسباب هايبرتينشن والفاسكولايتس أو البولي أرتريتس ندوزة ثلاثة نوع البروتين اللي متراكم عندي هنا هو الفايبرين عنا النوع الأخير من اللي هو النيكروز اللي هو القانجرين نص نيكروز بتلكم هذا نشوفه بالجرين يعني طلعوا هون ماشي هاي منطقة اللي هو الجانجرين او هاي كاملي يعني صار فيهاchlagenجرينوس نكروسز كاملي صار فيها جانجرينوس نكروسز فنعرف انه اول شي انه هاي اثنين ماشي اسباب الجانجرينوس نكروسز اسباب الجانجرينوس نكروسز عنا اللي هو الداييابيس ميليوتس اشهر سبب اللي هو السكري ثلاثة ممكن يسألني اللي هو ايش سبب اللي انا شايفه سبب اللي انا شايفه هو مع انفكشن عليه عمل لي جانجرين فالجانجرين هي بس الفكرة انه صار في عنا انفكشن بتحولي اياها لجانجرين فهونا صار في عندي أنا اللي هو نيكروسز وكواغلاتف نيكروسز وسوبر امبوز انفكشن صار في عنا انفكشن طبعا هنا هاي اذا كانت من شخص عنده ديابيتس فهي بتكون جانجرين فيه لأكثر من نوع في عنا الويت وفي عنا الادرائي وفي عنا الجازيس جانجرين هاي الصورة هي صورة جانجرين صورة جانجرين تمام هذا بالنسبة اللي هو الموضوع النكروسيز وموضوع الاريفيرسابل سيل انجري خليني نجي لآخر موضوع اللي هو الانترا سليلر اكوميوليشن الانترا سليلر كوميوليشن الانترا سليلر اكوميوليشن اللي عندي عبارة عن تراكم مواد داخل الخلايا انا اش ممكن يتراكم عندي ممكن يتراكم عندي اللي هو فات او ليبيدز تمام ممكن يتراكم عندي اللي هو بروتينز ممكن يتراكم عندي غلايكوجين وممكن يتراكم عندي اللي هو بيجمنت وممكن يتراكم عندي اللي هو كالسوم طيب نيجي للليبيدز الليبيدز ماشي تراكم الليبيدز اول اشي منشوفه احنا نفس ما كنا نشوف الفاتي عبارة عن اللي هو لون ابيض يدفع النواة للطرف هذا واحد اثنين عندي اللي هو منشوفه بالليبر طيب عشان نميزه ماشي نستخدم صبغات خاصة بالليبيدز اللي هم واحد اللي هي السودان فور اثنين الاول رد أو ستين طب ايش المست كومون اللي ممكن تراكم عندي المست كومون اللي هي ترايق أسائل غليسرائز المست كومون هي لترايق أسائل غليسرائز طب ننجو لليبروتينز البروتينز في عندي تراكم البروتينات بصير في حالتين اول حالة احنا منسميها المالوري باديز كيف عرف انه هاي بروتينز بكون في عندي زي اجسام لونها زهري المالوري باديز ما شي حايم نشوفها في الكبد في الليبر في اللي هم الالكوهوليكس في حال كان الشخص بشرب اللي هو كحول تمام الالكوهوليكس طبعا المالوري باديز هاي عبارة عن بروتين هو الكيراتين او الانترميديات فيلمنت انترميديات فيلمنت طيب اثنين عندي نوع الثاني لبروتينات اللي هو الرسل باديز هاي منشوفها داخل بلازما سيلس هاي نشوفها داخل البلازما سيلس طيب نيجا للقلايكوجين اللي قلايكوجين ماشي بعمل نفس مظهر الدهون تقريبا تمام نفس مظهر الدهون للتمييز للتمييز نستخدم اللي هو الباسستين الباسستين تعطي او تظهر الجلايكوجين بلون اللي هو ريد فيولت منسميه تمام والاسباب اللي هم اللي بيتكون جاي من برأ الجسم وفيه عندنا الاندوجين ميز بالنسبة للإيكزوجينوس بيجمينز أشهرها اللي هو الكاربون الكاربون يظهر بلون أسود في خلايا الرئيس طيب الإندوجينوس بيجمينز ثلاثة واحد اللي هي لايبو فاشن هاي تظهر بلون بني خاصة في القلب وتسبب شو تسبب اللي هو البراون آتروفي اثنين عنا اللي هو الهيموسيدرين الهيموسيدرين هاي عبارة عن حديد اللي نستخدم محلول يسمى اللي هو سولوشن الذي يظهر حديد بلون أزرق وثلاثة عندي اللي هي الميلانين هاي منشوفها في الجلد شوفها في الجلد هذا بالنسبة لها اللي هو ملخص بالنسبة للكالسيوم إذا في صور عليه تحت هسا بحكي لكم عنه إذا ما في صور خلص بتكون رتحته منه نجلس صورة هون مجموعة خلايا ماشي ايش متراكم فيها متراكم فيها مواد مادة زهرية هون فهاي شو المادة المتراكم عندي بروتينز فاللي متراكم عندي هون شو برو تينز البروتينز اللي متراكم عندي هون احنا في عنا مثالين عنا الرسل بوديز وعنا المالوري بوديز الرسل بوديز قلت لكم وين في البلازما سيلز هاي صور البلازما سيلز لأ والله هاي صور أقرب للهباتوسايتز ماشي خلايا بتكون مجمع على شكل فعنا بروتين أكوميلي عشاني في هباتوسايتز ايش بديكون بديكون مالوري بوديز بديكون مالوري بوديز طيب دعونا نقرأ الموجود بعد ما نقولكم ايش الاسهل الممكن تيجي بيحكي لي هون سيتو بلازميك أورغاني الدمج ليس توفراتي او انجري باترنس مستو فتشين بيلكترو ميكروسكوب اكيوت انجري ستندو دامج ان انتائر سلسل 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 هير او مالوري باديز ماشي كمبوزد سيتو سكليتال في لفر سلسل كميكالي دامجد فرم الكوحوليزم طيب سيتو سكليتال فيلمنس اعلم عشي فغلات مهمة عشان اقولكم ايش اللي بتنسى طيب هون اول سؤال ممكن يجينا يسألنا ايش اسم الباديز هاي مالوري باديز طيب هي عبارة عن شو بروتينز طيب ممكن ما نلاقي خيار بروتينز نلاقي خيارات مفصلة اكثر بنا نعرف انه المالوري باديز هاي عبارة عن انترميديات فيلمنس او سايتو سكليتال فيلمنس اللي هو الكيراتين فهي عبارة عن شو سايتو سكليتال فيلمنس متراكمة اللي هو مين اشهرها اللي هو الكيراتين ثلاثة السبب السبب الكوحوليزم السبب الكوحوليزم فعندنا هون اللي احنا شايفين هم مالوري باديز هم عبارة عن انترميديات فيلمنس او هم عبارة عن كيراتين بلس عندنا اللي هو ايش السبب اللي عندنا هون اللي هو الالكوحوليك ليبر ديزيز او اللي هو الالكوحوليز نيجي للصورة هون الله ايش شايفين احنا انا شايف في عندي زي هيك دوائر بيضة مادة متراكمة جو الخلايا وتقريبا دافع النوال الطرف نفرض ان احنا هنا مش عارفين هل هي دافع النوال الطرف ولا لا كيف نعرف ممكن هاي تكون سوائل ممكن تكون سيلير سويلين ممكن تكون فاتس ممكن تكون غلايكوجين ممكن تكون غلايكوجين عندي فهون عنا الصورة هاي لحالها ماشي نقدر نحكي انها مش كافية الا اذا من نبصم الصورة يعني هون الاقرب لما اشوف انا زي هيك وتقريبا هاي فممكن نحكي انه هاي كونه اللي بيصير حصرة بالليبر بيصير حصرا بالليبر فعندنا هون بيحكي لي انه هون انترا سيلر اكميليشن 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 الالكوحوليكس الـ Drugs Chemicals الى اخرها كلها تمكن تعمل الـ Fatty Change او الـ Stiatosis او Intracellular Accumulation of Lipids فهنا نعرف انه هاي اول شي Stiatosis او Fatty Liver Change او Fatty Change بالليبر او Intracellular Accumulation of Lipids ثاني اشي نعرف اللي هو الـ Droplet او نعرف انه الاسباب اللي هم الدايويت من اللي تصبح الالكوحوليكس ثلاثة ماشي المost common lipids اللي تراها سالق ليصر هايز اربعة اكتب لكم اياه هون وين هون ها نوع الصبغة المراد استخدامها ايش الصبغات اللي بدي استخدمهم اول صبغة اللي هي سودان 4 اثنين الاول أو ريد ستين تمام هدولة الثنتين يعطوه اللي هو لون احمر للليبز تمام طيب نيجي للصورة هاي الصورة هاي liver نيديولر ما شايف فيه زي اللي هو التدرونات هاي شرنكن حجمه اصغر من الطبيعي فهاي liver cirrhosis لما شوف liver بهذا المظهر اللي هو حجمه اصغر من الطبيعي هو مدرن زي هيك وطالع عليه زي الفقاقيع هذا liver cirrhosis هذا liver cirrhosis فهذا اللي عنا هون اللي صير اللي هو liver cirrhosis أو irreversible cirrhosis to the liver ايش الاسباب الاسباب واحد هارد فيلر اثنين الكوحول الكوحولزم ثلاثة معين الهارد فيلر بيعمل لي مظهر مميز رح نحكي عنه بشابتر الهيمو ديناميكس اللي هو نطميق أبيرانس الكوحولزم ثلاثة انفكشن أربعة كيميكالز فعندي كثير أسباب لل liver cirrhosis في عدنا كثير أسباب لل liver cirrhosis طيب خلو لي هذا السلايد لآخر إشي رح نرجع له طب نيجي للصورة هون طلعوا يتراكم جوه الخلي صبغة بنية هايها لونها بنية صبغة بنية داخل الخلايا خليوا يروح بالكم دائما للليبوفاشن احنا بنسميها ليبوفاشن أو اللي هي اللايبو كروم أو بنسميها wear and tear pigment في اللايبو كروم أو اللايبوفاشن أو اللي هي wear and tear pigment ممكن تلاقوا الثلاث خيارات يعني ممكن نجيبو لكم سؤال يحكي لكم the substance that is accumulated in the following picture is ممكن تلاقوا بالخيارات ليبو كروم ممكن اللايبوفاشن أو ممكن wear and tear pigment الwear and tear pigment اكثر ايش بتتراكم هاي في الheart وفي الليبر اكثر ايش بتتراكم بالheart والليبر وايش سببها سببها تقدم في العمر بس يعني سببها تقدم في العمر عنا هنا ماشي متراكم مادة زي هاي سألكم سؤال زي هاي لا طلعوا كيف مادة هي golden brown يعني لونها في ذهبي golden brown golden brown مادة ذهبية زي هيك على بني هاي هي الهيموسيدرين الهيموسيدرين هو عبارة عن حديد مع فرة هيموسيدرين هيموسيدرين عبارة عن تجمعات من الحديد اللي هو الفرة تمام فهي عبارة عن اللي هو هيموسيدرين يعني لوننا نعرف بس اللي هو الهيموسيدرين هذا واحد اثنين ايش نوع المحلول نوع الصبغة اللي بدنا نستخدمها او المحلول اللي هو والبيرلز سولوشن تمام هاي اعرفوها المعلومة كمان هاي لازم تكونوا عارفين هالمعلومة كمان هذا بالنسبة ل اللي هو الهيموسيدرين في هنا كمان صورة ها هايو استخدمين احنا اشي صبغلنا مادة متراكمة بلون ازرق ايش الاشي الاشي المادة اللي بتنصبق بعد صبغة معينة بلون ازرق واحدة بس جبنا سيرتها الهيموسيدرين الهيموسيدرين تمام تعطيني اللون هذا اللي هو اللون الازرق والتفاول احنا نسميه بروشياني بلو ري اكشن نسميه بروشياني بلو ري اكشن فهون عندي صغير بروشياني بلو ري اكشن ليش لانه انا في عندي هون ايرون والايرون صبقته بستين الاستين اللي صبقته انا شو اسم المحلولة او اسم الصبغة هايو اسم المحلولة او اسم الصبغة اللي هو والتفاعل اسمه وتراكم الـ ليش تظهر عندي بلون ازرق؟ بالسبب تراكم الـ أو تراكم الـ او تراكم الـ فأنا هنا في عندي لارج امانت او هيمو سيدرين مش ضرورين يعرف انه هاي هاي هيباتوسايتس وكب فرسلز والاخر هي همش نعرف انه هون متراكم عندي هيمو سيدرين المحلول اللي استخدمته التفاعل اسمه الـ المسبب الإشي اللي ممكن يسببلي تراكم الهيمو سيدرين في الخلايا الجواب هو الهيمو كروماتوسيز ايرون اوورلود هيموليتك انيميا وبلوت ترانسيوجين هاي أسباب احفظوهم هذول أسباب تراكم الهيمو سيدرين وهذه الصورة صراحة كثير مهمة هاي مهم جدا جدا مهم جدا جدا تكونوا عارفينها تمام طيب ممكن شو الأسئلة اللي ممكن تيجينا هون مرة ثانية ايش المادة المتراك من عندي هيمو سيدرين هي عبارة عن ايش ايرون طيب ايش الاسم المحلول اللي استخدمنا يا اما منحكي بروشان بلو رياكشن او اللي هو البيير السولوشن ايش الاسباب الاربع اللي قدامكم هون ايش الاسباب الاربع اللي قدامكم هون هاي اللي هي نفس المبدأ هاي نفس اللي فوق اللهم هاي في نسيج تاني في الكلية عندنا لون ازرق هاي واضح قدامكم ايش المحلول اللي استخدمنا اللي هو البيير السولوشن او البروشان بلو رياكشن ايش المادة المتراكمة هي موسيدرين المسبب هون اللي هو كرونيك هيماتشوريا اللي هو بكون الشخص عنده نزيف مزمن في البول نزيف مزمن في البول انجي للصورة هاي شو شايفين احنا فيه لون اسود متراكم ايش الصبغة الوحيد اللي لونها اسود اللي احنا اخذناها ها هذا اللون الاسود هذا كربون هذا كربون الكربون قلنا وين بتراكم باللنج تراكم الكربون في الرنج هي حالة من سميه لي الانثراكوسيز فهونا بيحكي لي انه black streets seen between lopules of the lung beneath the pleural surface due to accumulation of the anthra اللي هو الانثراكوتك pigment اللي هي نفسها ايش هي نفسها الكربون هي نفسها الكربون من الكربون اللي احنا متنفسه في الجو persons who smoke would have even more of this pigment سؤال اللي بجينا شغال في مناجم الفحم يعني كربون عفق نحكي 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 كربون او الانثراكوتك او الانثراكوسيز هي نفسها فهو ممكن نحكي انثراكوتك بجينا او كربون او كربون او نحكي هي هاي لانغ انثراكوسيز نفس الاشي نفس الاشي هذا اللي بدكم تعرفوا هون نفس الاشي عندي بين الخلايا مادي ايش متراكمة شو لونها اسود ايش هاي كربون انثراكوسيز كötك بيجمنت الانغ انثراكوسيز كل هاتها نفس الاشي سببها تراكم الكربون فهن في ان Alma انثراكوتك بيجمنت بالви هي عبارة عن تراكم اللي هو الكربون هي عبارة عن تراكم الكربون يعني السؤال اللي BA وقتنسألوا ايش المادة هاي المادة المتراكمة عندي كاربون المادة المتراكمة عندي هنا كاربون طيب نيجي لا اللي هو الكالسيفيكيشن الكالسيفيكيشن الفكرة ان احنا في عنا نوعين من الكالسيفيكيشن في عنا الدياستروفيكيشن وفي عنا الميتاستاتيك كالسيفيكيشن الدياستروفيك ماشي بيصير اذا كان عندي النورمال الكالسيوم بالبلد نورمال بصير في اماكن محددة اماكن نكروز اماكن الكانسر اكتر ايشي الميتاستاتيك لا بتكون عنا الكالسيوم مرتفع في البلد هذا واحد اثنين بتصير في كل الجسم بتصير في كل الجسم هنا اللي صاير إنه أنا في عندي اللي هو ألسر ماشي أو منطقة من النكروسز في الاستمك اللي هي هاي تقريبا المنطقة من النكروسز هاي ماشي معرضة إنه يتراكم فيها الكالسيوم وتراكم الكالسيوم في مناطق النكروسز بيكون هو عبارة عن diastrophic calcification عبارة عن diastrophic calcification عبارة عن diastrophic calcification والكالسيوم إحنا إيش منشوفه بنشوفه بلون بيربول يعني هاي هاي هذا كالسيوم وهنا في عنا كمان كالسيوم هذا اللون البيربول كله إياته هو عبارة عن كالسيوم هو عبارة عن كالسيوم فهون اللي بدنا نعرفه إنه نوع diastrophic calcification ماشي هذا واحد اثنين إيش سبب diastrophic calcification necrosis ماشي بيحكيلي هنا بتوقع إنه نوع الكالسيوم في البلد يكون مرتفع ولا نورمل لا والله راح يكون في عنا نورمل كالسيوم لو كان متاسة calcification بحكي إنه هذا بكون في عندي زيادة بالسيروم كالسيوم طيب عنا الصورة هاي صورة خلايا هاي هي لبلازما سيلز تمام ما برضه إنتم تعرفتم تميزوا لبلازما سيلز ولا لا بلازما سيلز وفي جواتها مواد لونها زهري مواد زهري يعني إيش بتراكم عندي بروتين بروتين جوة البلازما سيلز إيش سميناهم الباديز هاي خلا سميناهم اللي هم الرسل باديز سميناهم الرسل باديز هم عبارة عن شو هم عبارة عن عن اللي هم إميونو جلوبيولينس إيه جلوبيولينس السبب كونوا عارفينه اللي هو نوع من الأورام اسمه ملتبل مايلوما في الملتبل مايلوما ممكن أشوف الرسل باديز خطوة ممكن أشوف الرسل باديز خطوة هاي مهمة طبعا هاي مهمة جدا ممكن تيجيكم في الامتحان تكررت أكثر من مرة قبل هيك تمام هيك ممكن أن هنا إحنا اللي هو الصور شابتر السيل انجري بأنها تكون استفدتوا صار موضوع أسهل بالنسبة لكم نلقاكم إن شاء الله بالفيديو القادم للحديث عن اللي هو لاب شابتر الانفلام ماشن أتعكم العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته